قل يا الله ني سعدك يا بسريمان يا لبس يا بسريمان بيض الله وجهك عمي يبو صالح تفضلي يا سلام والله يا أخواني القصص هذي يستنبطون من العقلاء رسائب الله يجعنوا يأكوم من يسمعوا الكلام ويتبعونا احسن تفضلي عمي يبو صالح عمي يبو صالح الحربي عمي ينايف من المقدرين جاوز عمره الآن واحد وثمانين سنة أسأل الله أني مد في حياته وتزوج أول زواج واستمر لحد الآن اثنين وستين سنة يا أبو صالح يمكن واكثر طيب أبو صالح أبس ألك عدة تسئلة وحن نسمحون لي وانا مستعجل عشان أعطي خيانا مجال باقيين الوقت دا هامنا فسامحوني يعذروني أبو صالح أبغاك تعلمنا يمكن أبو سريمان الله يدي أبو سريمان يمكن يخبي عنا يخايف من العين هو أبو سريمان أنت بغاك تعلمنا كيف تعرفت على مصالح وكيف المهر كم هو بالضبط ووين قضيته شهر العسل أنتوا أكيد يا أبو أنتوا في نجد أكيد أنكم يعني ترحون من مدول خليج ولا مصر ولا سوريا أقل شيء أقل شيء يعني والكوشة منين فصلتوها غرفة النوم منين شرتوها أطقم الذهب اللي خدتو شنهي عيار 21 عيار 18 إش قدمت له هدايا وين سكنتها في فلا الحالها ولا شقة الحالها ولا أعطنا يا أبو صالح تفضل يقول الصبر زين وفيه مقضاء ثنتين تكسب جميل وتأخذ الحق وافي لما أنه ما حصل مثلا مراعات بينهم ترى الأمور وتنشق الطاسة مثل ما قيل الإنسان يتجه لله قبل كل شيء ويقرأ مثلا الحمد لله رب العالمين الدخولية فيها قرأ يا أخواني وفيها قرايات وفيها يدخل الحمد لله في جو جديد والزوجة تدخل في جو جديد كم كان المهر يا أبو صالح؟ المهر بارك الله وفيكم الفين ريال صراحة يا أبو صالح؟ بأيو الله صراحة ومعها تقوم ذهب؟ معها تقوم ذهب قردالة وزمام وثياب وطاقات وشمغة وعلوم طيبة من أين شرعت غرفة النوم؟ غرفة النوم ما في غرفة نوم نحن حذر بيت شعر في بيت شعر؟ نعم طيب هاجل وديتها شعر عسل وين؟ شعر العسل بالرياض الخضر عندنا بنجد ولما نبغى أن نروح رحنا عمره ومرنا على الجنوب مر الكراء طيب ونرجع الحلالنا وفلاحاتنا مزرعاتنا ومرتاحين نبشر كنا العوائل مع الأهل ثاني يوم في الزواج ماذا سويت أنتم صالح؟ ثاني يوم السبوع الأول ما رحنا مستانسين ومرتاحين عندنا بير وعلى همكين هالاسترة الأولى وتزيال غنم وتزيال حلالة وتزيال فلاحة ومستانسين وابد يركضون مع الغنم نركض بالفلاحة ومتكاتفين عندنا الوالدة وعندنا ما تبارك الله الأمور طيبة أنا كل زوجاتي بنات عمام وبنات خوام وبعضنا بعض متفاهمين بيننا والحمد لله طيب واذكر لك والله معمر وحده راحت وين لبوها زعلانة أبو صالح من هكالحين إلى الان 62 سنة ما راحت لبوها زعلانة والله ما راحت لبوها زعلانة اللي عاد لي في يومه مثلا ويروح توكل على الله طيب أبو صالح نعم برضو أنت زي أبو سليمان حيرتني وحيرت الناس اللي نتابع خمسين سنة 62 سنة ولا في مهر ولا شهر عسل ولا جوال آيفون ولا طرطة ولا قطو لا بد هذه ما نعرفها طيب كيف استطعتوا تعيشون أنت وزوجتك بدون مشاكل إيش السر والله هالسر اللي نفاهمها بيننا وعندنا ما مشغلنا عندنا الفلاحة وعندنا الغنم وعندنا البهام وعندنا شطر من الإبل قليلة يعني خلفات وما خلفات وكل مننا ما شي ومرتاح مع الثاني ويلحقون جيراننا من ورانا خير يلحقون لبن وخير ومن المزرعة والحمد لله رب العالمين نعم أنت معي فضل أبو صالح أترك تكلم واحدا هنا يكلموني يقول غداكم جاء قلنا هاتو الغدا قالوا لا قلت حنا نعيش جوي الزواج نبين نرتب كلنا لابد حنا نفيد ونستفيد وشبابنا إن شاء الله بطري أبو صالح نعم معك لو الآن يسمعونك شباب وفتياتك وهم متزوجين أو علاوشك زواج مش تقولوا لهم كيف استطعتوا تعيشون بدون مشاكل كيف أكيد أنكم تزعلون بعض أكيد أنها تختلف الأفكار أكيد أنك تبغى حاجة ومصالح ما تبغىها ومصالح تبغى حاجة وانت أبغى حاجة كيف استطعتوا تعيشون والله الحقيقة هل إنسان لم ينسل من التقليد اللي ما فيه آخر التقليد التقليد يقلدون بعضهم بعض وكذلك بعض الأمهات يمكن ما الله أعلم بها تقول بنتي ما هي أردى نصيب من اللي يجيب على هذا اليوم فالإنسان يتكر على الحي القيوم وتراهم ما خذوهم جهاز خذوهم جواز شف يتصلون مع بعضهم المهمة الزوج يرضي والزوجة ترضي زوجها ووالديها ووالدي وزوجها وتكون الأمور كل بوها ماشية يا أخواني الحقيقة قبل كل شي لمن والإمان والإسلام وطاعة الحي القيوم وترضون هذا ولا وترضون هذا ولا ترى كل بهم لهم حق هذا ولا أهل الزوجة يجب على الرجل المزوج أنه يرضيهم كل شي وحسن الأخلاق وكذلك الزوجة ترضي أهل زوجها وترى الأمور تمشي وترىها لا يستعجلون لمن الواحد مثل زعل ولا شي عطاها الله يريد بنا خير وترى ما خبر لك واحد طلق اللي يتحسف والله أن يتحسف يطلق هاليوم بكرة يروح للشيخ يقول تاكف أنا والله يضعت بين العيال ولا ضعنا من الأمور اللي تعبنا عليها وبنت خالي ولا بنت عمي ولا قبيلة ثانية ولا لهمهم طيبة وشيف أستردها والله أني ما خبر واحد طلق اللي يتحسف طيب يا أبو صالح نعم بعد 62 سنة تحب أم صالح نعم وحب مثل يحب الوطن كله لا لا ما أنا بك تحب الوطن كله وش هاي ذي أبو صالح لا لا تحب أم صالح نعم عايز في الكاميرا أقول أحبك يا مصالح أحبكم يا مصالح كل موقف لأنه معدد معدد يخافز على كبيركم طيب كله وصغيركم والله يحييكم سعات شكرا 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 وأنتم سالمين غانمين والله يبيضوا جهة نحن نوياكم عند رب العالمين شكرا يا مصالح شكرا الله يبيض وجهك يا مصالح يا سياسي الله يسعد كل ما عفيدكم الله يسعد ما حضرنا لكن ما يخالف عبد الرحمن عبد الرحمن طبعا يعطونا الغداء هنا نحضر هنا عايدي حنا في الزواج حنا في زواجاتنا زمان أي أخو كنا نجيب الزبيحة نصلاخ ونطبخ لكن اليوم عفيناكم من الطبخ بس بنحضر قدامكم ونرتب قدامكم ونعيش الجو حنا في قناة واقع حينا على حبابك طيب يا بو تخيل تعجين